قررت لجنة الاسناف التابعة للالتحاد الافريقي لكرة القدم إلغاء الأحكام التي أصدرتها لجنة الانضباط بحق الناخب الوطني وليدر جراغي وألغت لجنة الاسناف بعد توصلها بدفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبة التوقيف التي تم إصدارها في حق وليدر جراغي إلى جانب إلغاء الغرامات التي فرضت عليه وبموجب هذا القرار سيكون قائد أوسود الأطلس حاضرا على دكة الاحتياط في مباراة جنوب إفريقيا المقررة يوم الثلاثاء القادم لحساب ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بالكودفوار